نظمت وزارة والداخلية مبادرة كلنا واحد معك في العيد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال تجهيز كاك هدايا وورود وتوزيعها على نزلاء دور رعاية المسلمين والمستشفيات بمناسبة عيد الفطرة المبارك انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم قد إيه فرقت مع الأطفال إنه هم دي حاجة تفرحهم وهم لإنه هم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من السنة بيجوا وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي أحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على المبادرة جميلة جداً اللي عملتها النهاردة ووزعك أحكي العيد والبسكوت على الأطفال وطمعاً شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاحهم وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيداً على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزاً لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات هذا شعور جميل جداً الحمد لله كان له صدق كويس جداً للأطفال وعن لزويهم والحمد لله كانت زيارة كويسة جداً ولها أصر معنوي حاجة جميلة وحاجة تتسعيدنا وتفرحنا وتدخل الفرح للأطفال أنا كنت مبسوط أن الزباق جمه صار معي كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدرعية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصيها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات تشكرين قوي لحضراتكم وتشكرين قوي لكم وتشكرين الاستضافتكم لنا هنا في الدرع عندنا وكمان النهاردة الحمد لله يعني سعيدة جداً أن وزارة الداخلية اخترت الفند واخترتنا تشجيحهم لنا وبتسمتهم وهداياهم صراحة الواحد يعني محمل بجمال كتير قوي هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وقوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار ترجمة نانسي قنقر